أسعد الله وقاتكم مع أعزائي المشاهدين أجواء مستقرة الليلة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه نعم من 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة ستستمر بسرعتها هذه حتى يوم الغد الرياح الشمال الغربية ستستمر ويانا خلال الساعة القليلة القادمة وأيضا خلال الأيام القادمة أجواء نصافية درجة رحاليا 36 درجة مئوية الرطوبة النسبية 15% رؤية الأفقية ممتازة أكثر من 13 كيلومتر رياح حاليا سرعتها 24 كيلومتر في الساعة أجواءنا مستقرة عبور السحب بدأ بالتراجع بشكل ملحوظ خلال هذه الأيام من متوقع أن السحب تقل أيضا وتنقطع تماما في الفترة ما بين منتصف شهر 6 وما بعد ذلك من أشهر فترة تلت ويبع فترة جفاف تتراجع السحب بشكل ملحوظ خلال الأيام القادمة وتكون أجواءنا مشمسة وتكون حارة وهذه من الفترات التي ستسبق فترة البوارح أو موسم البوارح التي سيكون بدايةها بإذن الله بتاريخ 7-6 تأثير مرتفع جوي رح يستمر ويانا اليوم مباشر والعدة أيام رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرع بوجه العام موجة الغبار التي كانت موجودة مع نشاط الرياح الشمال الغربية تراجعت بشكل ملحوظ الغبار كانت رقعة كبيرة وصل إلى المناطق الشرقية في المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وأيضا حتى أجزاء من الإمارات مساء اليوم بإذن الله الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرع بوجه العام من 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة درجات حرارة حول 30 درجة مئوية في مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي وفي الجهرة والسالم وشمال الكويت تتراوح ما بين 28 إلى 29 درجة مئوية وفي السواحل تتراوح ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية والبحر خفيفة إلى معتدل من 2 إلى 5 قدم حتى يوم الغد منتصف نهار يوم الغد أيضا الرياح ستكون شمالية غربية ستكون 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة تتراجع سرعتها بعد ذلك تدريجيا درجات الحرارة بعد الساعة الثلاث تتراوح ما بين 38 إلى 37 درجة مئوية لكن خلال فترة الظهيرة ستتراوح ما بين 40 إلى 41 درجة مئوية أجواء مشمسة الرياح شمالية غربية البحر سيكون خفيفة إلى معتدل من 2 أو 3 إلى 5 قدم تتراجع سرعة الرياح أكثر مساء يوم الغد وتكون ما بين 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة شمالية غربية ودرجات حرارة ثلاثين هي تتراوح ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية وغرب الكويت 30 إلى 31 درجة مئوية والسواحل تتراوح ما بين 28 درجة مئوية إلى 33 درجة مئوية والجزر أيضا تتراوح بنفس هذه المعدلات والبحر يكون خفيف إلى معتدل بإذن الله البحر باشر سيكون من فترات الفساد خفيف إلى معتدل المدى الأول الساعة 36 دقيقة صباحا والمدى الثاني الساعة 65 دقيقة مساء والجزر الأول الساعة 11 و57 دقيقة الظهر جزر واحد فقط الجزر الثاني سيتخل باليوم واللي بعده نتمنى من أخوانا الحداء تعبوا نشرات الجوية خاصة سرعة الرياح لارتباطها طبعا بارتفاع الأمواج المواقع بدنا الله إذن الفير الساعة 53 و15 وشروق الشمس الساعة 44 والمغرب الساعة 46 و43 دقيقة وعدد ساعات النهار 13 ساعة و53 دقيقة أما التقس المتوقع بدنا الله خلال الأيام الخمسة القادمة أجواء مشمسة بوجه عام رياح شمالية غربية درجات حرارة عظمى تتراوح ما بين 40 وال41 درجة مئوية كحد أقصى الأربعة واربعين درجة مئوية والرياح راح تكون سرعتها من 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة والصغرة تتراوح ما بين 28 إلى 29 درجة مئوية والثلاثين في بعض الأحيان أجواء مستقرة تستمر ويانا مشمسة الإحساس بالحرارة راح يكون ملحوظ خلال فترة الظاهرة بعد يوم الثلاثة راح تبدأ ترتفع درجات الحرارة أكثر وتتراوح ما بين 45 إلى 46 درجة مئوية نشرتنا الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم